السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه السلسلة سوف نتحدث عن مكتبة السيبورن والتي تعتبر مهمة جدا في تمثيل البيانات بشكل صوري وهي تم إنشاؤها فوق مكتبة الماتي بلوت لايبراري لنأخذ المثال الأول للتوضيح أولا سوف نقوم بتضمين البيانات كPandas DataFrame طبعا الديتا ست هنا سوف يتم تحميلها بشكل تلقائي عندما تقوم بتنصيب مكتبة السيبورن بالبداية بما أنه الديتا ست سوف تكون بشكل DataFrame أو Pandas DataFrame فسوف نقوم بتضمين مكتبة البانداز لغرض إدارة والتعامل مع هذه الديتا ست Import Pandas as PD بعد ذلك بما أنه السيبورن هي بنية فوق الماتي بلوت لايبراري وبالتالي سوف نقوم بتضمين مكتبة الماتي بلوت أيضا فمن ثم نقوم بتضمين مكتبة السيبورن Import Seabourn as SP بعد ذلك لغرض تحميل الديتا ست التي تم تنزيلها بشكل تلقائي مع السيبورن نقوم باستخدام الدالة التالية Load Datasets فDF تساوينا SP واللي هو نفس السيبورن .loadDatasets ونكتب هنا اسم الديتا ست والتي هي tips بعد ذلك df.head سوف يتم عرض أول خمس صفوف ضمن هذه الديتا ست الآن لكي نعرف اسماء الديتا ست التي تم تحميلها بشكل تلقائي مع السيبورن نكتب الإعاز التالي getDatasetNames فprintSB.getDatasetsName فسوف يتم عرض كل اسماء الديتا ست التي تحملت مع هذه المكتبة أو مع مكتبة السيبورن وكما تلاحظ هنا الآن سوف نتعلم كيفية جعل الأشكال أكثر جمالية باستخدام السيبورن راح نقوم بتضمين مكتبة النامبي وكذلك مكتبة الماتي بلوت طبعا يمكنك أن تقوم بتضمين مكتبة الماتي بلوت مرة واحدة لا يحتاج أن تقوم بتكرارها أكثر من مرة نقوم بعمل function أو دالة definition sign plot flip تساوي واحد x تساوي نمبي dot line space ونضع هنا صفر أربعة عشر مئة يعني سوف يقوم بعمل مصفوفة بعد ذلك for i in range 1.5 بمعنى أنه i هي أي قيمة ما بين 1 أو من 1 إلى 5 plt.plot كتابة اليعاز التالي plt.show وكما تلاحظ قد تم عرض الرسومات الخاصة بهذه الدالة التي هي الساين بلوت المهم لغرض إدخال السي بورن طبعا تلك أو ذلك الرسم السابق هو باستخدام باستخدام الماتي بلوت library الآن سوف نقوم بتطبيق السي بورن library على هذا الرسم فمجرد نقوم بتضمين مكتبة السي بورن ونقوم بكتابة الإعاز التالي sb يعني seaborn dot set بما أنه وضعنا dot set فسوف يتم تطبيق القيم الافتراضية الخاصة بالسي بورن على هذا الشكل ونكتب كذلك plt.show وكما تلاحظ الشكل هنا قد اختلف بعد استخدام مكتبة السي بورن قد أصبح شكله نوعا ما مختلفا الخلفية أو background الخاصة بالشكل اختلفت عن السابق المحاور كذلك اختلفت والشكل نوعا ما اختلف عندما استخدمنا القيم الافتراضية للسي بورن الآن لننتقل إلى الموضوع التالي والذي هو seaborn figure styles كيفية التحكم بالstyles الخاصة بالشكل طبعا بسهولة نستطيع أن نقوم بالتالي أو نستخدم هذا الإعاز والذي هو set style يعني تعيين الstyle فنكتب sb.setstyle نفتح الأقواس نضع الstyle المرغوب به هناك أربعة من الstyle أولا white grid وبلاك grid ومن ثم white وبعد ذلك التكس كما تلاحظ سابقا كانت القيمة الافتراضية للstyle هي black grid وكما تلاحظ هنا black grid لكن عندما غيرناها إلى white grid أصبحت الشكل الخلفية أو background مختلف أبيض وأسود أو شبكة بيضاء تسمى white grid كما تلاحظ هنا كما تلاحظ هنا هنا تم تغييره إلى text هنا حسب هذا الstyle أو هذا النمط لا توجد أو الخلفية تكون بيضاء تماما وكذلك عندما نستخدم style white أيضا الخلفية تكون بيضاء تماما بدون وجود أي grid أو أي شبكة لا توجد في الخلفية الآن لغرض مسح أو إزالة المحاور كأن يكون هذا المحور أو هذا المحور أو هذا أو هذا فنقوم بالتالي نقوم باستخدام الإعازة الذي هو disbane عندما نستخدم هذا الإعاز بشكل مباشر سوف يتم إزالة المحور الذي يكون فوق وكذلك المحور المتواجد في اليمين بهذا الشكل سابقا كانت جميع المحاور موجودة هنا تم إزالة المحور الذي يتواجد فوق والمحور المتواجد من جهة اليمين كما تلاحظ هنا وأصبح هذا هو الشكل الآن لننتقل إلى عرض جميع البرامتر أو المعاملات التي من خلالها نستطيع أن نقوم بعمل الستايل المرغوب به طبعا لغرض عرض كل البرامتر طبعا أي برامتر عندما نقوم بتغييره سوف يقوم بتغيير الستايل الخاص بالشكل أو الرسم طبعا نستطيع أن نقوم بتغييره نستطيع أن نقوم بتغييره نقوم بتغييره let's set style فنكتب الآتي sb dot set style نفتح الأقواس الخلفية تكون dark grid واللي هي default فاصلة نقوم بفتح هذه الأقواس المعقوفة نقوم بكتابة البرامتر الذي نريد أن نعدله على سبيل المثال access dot access below وكما تلاحظ هذا موجود ضمن هذه القائمة access dot access below هو يكون default true سوف نقوم بجعله false ونلاحظ الستايل الجديد مثل ما جاي تلاحظ هنا الbackground أو الخلفية أصبحت الآن فوق الرسم أو فوق الشكل بمعنى أنه الشبكة التي كانت كانت تحت الشكل أصبحت فوقه كما تلاحظ هنا فأي برامتر عندما تقوم بتغييره سوف يغير الستايل أو النمط الخاص بعرض الشكل الآن ننتقل إلى scaling plots كيف تتحكم بحجم plot أو الرسم أو المخطط وذلك باستخدام الات اللي هو context فنقوم بتعين context الcontext يكون حوالي أربع أنواع والتي هي نوتبوك طبعا حسب الحجم نوتبوك والتي تكون default وكذلك لدينا talk وكذلك poster وكذلك paper المهم هنا وضعنا talk لاحظة scale scales الخاصة بالشكل اختلفت عن السابق حجم الشكل اختلف scales الخاصة به اختلفت مثل ما جاءت لاحظ هنا راح نغيرها مثلا للنوتبوك النوتبوك هي طريقة العرض السابقة اللي تكون تلقائية تكون default هذا هو الشكل الآن لنضعها poster البوستر أيضا طريقة العرض والسكيلز اختلفت بهذه الطريقة أصبحت فتقدر تتحكم بطريقة عرض السكيلز أو السائز الخاص بالشكل هنا لدينا الpaper بهذا الشكل ان شاء الله نكمل بالحلقة القادمة شكرا لإستماعكم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين